موسيقى 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 تعرف الشوارع والأصدقاء والمؤسسات التعليمية والمباني الحكومية بالمحمدية نموا كثيفا في أغصان وأوراق الأشجار بمختلف أنواعها بشكل مريب مما أصبح يعرق الحركة مرور المواطنين بالشوارع وأيضا عبور السيارات والحافلات بل تعد الأمر في نقاط مختلفة بالمدينة من خلال حجبه الرؤية للإشارات الضوئية وأصبح الصائقون في حير من أمرهم لم يعودوا يعرفوا هل الإشارات الضوئية مجتعلة أم لا هل يتفضلوا بالمرور أو يظلوا واقفين وتتعطى المصالحهم فمتى يتفضل مجلسنا الموقر بقص الأشجار ويمارس واجبه الذي أخذه على عاتقه فأغسان وأوراق الأشجار أصبحت هي الأخرى تساهم في احتلال الملك العمومي ألا من حملة تنفذها السلطات ضده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر